اهلا ومرحبا بكم الى نشرة جديدة من الحرى اليوم نبدأها بالعنوي رفقة المبعوث الاممي مارتين جرافف وافدو الحوثيين يغادر صنعاء للمشاركة في محارثات السلام في سوين مديرة سي اي اي جينة هاسبل تقدم افادتها حول مقتر خاشقجي امام زعماء مجلس الشيوخ الامريكي واشنطن تدعم العملية الاسرائيلية لكشف وتدمير انفاق حزب الله العابرة للحدود من الجنوب اللبناني كانت هذه ابرز عنوين الحرى اليوم اهلا بكم مجددا انا احمد خير الدين ونبدأ النشرة من الملف اليمني حيث غادر ممثلون عن جماعة انصار اله الحوثية الاسويد الحضور محارثات سلام برعاية الامم المتحدة تنعقد بعد غد الاربعاء ورفق الوفد الذي يضم 12 عضوا المبعوث الاممي مارتين جرافف وفي سياق متصل طلبت الامم المتحدة توفير 21 مليار وتسامات مليون دولار لمواجهة 21 ازمة انسانية عالمية خلال العام المقبل وحذر مسؤول المساعدات الانسانية في الامم المتحدة من ان الحكومة اليمنية ستحتاج الى تمويل خارجي بمليارات الدولارات يضاف الى ميزانيتها للعام 2019 لتجنب حدوث انهيار اخر للعملة وتشمل المساعدات المالية المطلوبة 4 مليارات دولار لصالح اليمن ولا تشمل المناشدة المواجهة للدول المنحة متطلبات التمويل في سوريا والمتوقع ان تصل بالمبلغ المطلوب اجمالا الى 25 مليار دولار ولمتابعة اخر مستجدات محارثات السلام اليمنية ينضم الينا من صنعاء مرسلنا مختار الشرفي مختار الى اي مدى اتضحت الصورة فيما يتعلق بجدول هذه المباحثات ومن وما تركيبة الوفد الذي ذهب مع المبعوث الاممي نعم احمد فيما يتعلق بالمواضيع التي اعلن عن انها ستكون على جدول المناقشات في السويد مرتبطة في معظمها باجراءات بناء الثقة والمتعلقة مثلا بالافراج عن المعتقلين والاسرة وايضا المرتبات الموظفين وتحيد البنك المركزي وايضا موضوع الحديدة بشكل اساسي وكبير سيدخل في هذه المناقشات للوصول الى حل حيال موضوع الحديدة وميناءها ايضا ستكون هناك ربما اطلال على بعض المواضيع المتعلقة بالحل النهائي تحضيرا لمفاوضات ستعقب مشاورات جنيف متعلقة بالحل السياسي والحل الامني والمرحلة الانتقالية في هذه الاجواء طبعا هناك نوع من الارتياح لدى المواطن اليمني بانه اخيرا بعد اكثر من عامين على توقف مثل هذه المفاوضات والمشاورات بعد تعثر مفاوضات الكويت في اغسطس من العام 2016 عادت المفاوضات وعادت سكة الحوار بين الاطراف السياسية وهذه المرة بدعم كبير جدا من قبل المجتمع الدولي والامم المتحدة وجميع الاطراف التي باتت تحدث عن اهمية انهاء هذه الحرب في اليمن وما خلفته من كارثة انسانية كبيرة على مستوى العالم وهي كارثة انسانية من صناعة البشر كما تؤكد الامم المتحدة فيها عملية تجويع إذا جاز التعبير للشعب اليمني من خلال التضييق على المواردة الاقتصادية للمواطنين وأيضا منع دخول كثير من السلع ووصول المساعدات إلى هؤلاء المواطنين وتتبادل اطراف الصراع على اتهامات حيال هذا الامر لكن في النهاية المواطن اليمني هو الذي يخسر ويتجرع وإلى هذه المعاناة الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها اليمنيون وفي المجمل هذه المشاورات ينتظر منها على الأقل أن تخلق دافئة بين اطراف الصراع وأن تستفيد من حالة الدعم الدولي التي توجه لحث جميع الاطراف للوصول إلى محل سياسي للأزمة والحرب في اليمن وهنا أيضا ضغوطات كبيرة تمارس على حتى الأطراف الخارجية المحلية والاقليمية والدولية التي تساهم بشكل أو بآخر في إدامة هذه الحرب أشرت إلى المسألة الإنسانية الإنجاز الذي حقق بخروج هؤلاء المصابين أو بالاتفاق على تبدل الأسرى كيف استقبل لديك في الدوائر الشعبية وليس سياسيا بشكل سريع مختار نعم على المستوى الشعبي هناك ارتياح وهناك أمل أن يفتح مطار صنعاء لجميع الجرحى ليغادروا بالأمس واليوم كان هناك مجموعة كبيرة جدا من المرضى والجرحى الذين توافدوا إلى مطار صنعاء أملا بأن يكون لهم فرصة بالركوب على الطائرتين إما طائرة الجرحى أو طائرة الوفد المغادر إلى السويد لغرض العلاج هناك وضع مأساوي فيما يتعلق بالمواطنين خاصة المرضى والتجار والطلاب الذين يريدون الذهاب للسفر إلى الخارج فتح المطار بهذه الطريقة أعطاهم بارقة أمل بأن المطار ربما سيفتح وبدأوا يتداولون رسائل فيما بينهم بأن المطار فتح وأن المطار أو سيفتح خلال أيام من باب التفاؤل ومن باب انتظار الفرج لمعاناتهم وانتهاء أو حصولهم على مثل هذه الخدمات الإنسانية الحيوية مراسل أولا مختار الشرفي كان معنا من صنعاء شكرا لك أفاد مصدر الأمريكي بأن مديرة المخابرات المركزية جينها سبس ستدلي بإفادة أمام زعماء مجلس الشيوخ خلال الجلسة المغلقة اليوم بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وكان بعض المشارعين عبروا عن غضبهم لعدم مشاركتها في الإفادة التي أدل بها مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكية الأسبوع الماضي بإشأن مقتل خاشقجي ويشير تقييم المخابرات المركزية الأمريكية إلى أن ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي الذي كان من المنتقلين للحكومات السعودي وللحديث أكثر عن ما جاء في هذا الاجتماع وما قد ينتج عنه تنضم إلينا من الكونغرس مراسلتنا رانا أبتر رانا ما المختلف في هذه الإفادة وهذا اللقاء ما بين مديرات المخابرات المركزية وما جرى مع وزيري الدفاع والخارجية في الأسبوع الماضي هو اجتماع مغلق لا يزال منعقضا حتى الساعة نحن نقف تحديدا خارج باب هذا الاجتماع حيث ورائي يمكنكم أن تروا بأن هناك عدد طبعا من المايكروفونات التي تنتظر أعضاء مجلس الشيوخ الذين سوف يتحدثون إلى الكاميرات بعد انتهاء هذا الاجتماع المغلق علمنا بأن هناك عدد محدود للغاية من أعضاء مجلس الشيوخ وليس جميع أعضاء مجلس الشيوخ من الحاضرين داخل هذا الاجتماع وكان هذا قرار من قبل وكالة الاستخبارات المركزية لكي يكون هذا الاجتماع محصورا بعدد قليل جدا من القيادات الديمقراطية والجمهورية في مجلس الشيوخ حتى أن السناتور الجمهوري راند فول أتى قبل انعقاد هذا الاجتماع إلى هنا إلى مقر الكاميرات وتحدث إلينا معربا عن غضبه من عدم دعوته إلى هذا الاجتماع المغلق سنعود إليك ربما بعد أن تنتهي هذه الإفادة لكن الآن ننتقل إلى العصمة بلجيكية بروكسل وكلمة لوزير الخارجي الأمريكي مايك مانبيا في خدمته العامة سوزان وأنا ورئيس ترامب وباقي الأمريكيين نحتفل بحياته ونحزن عليه غدا سأنضم إلى الوزراء في تكريمه خلال يوم الحزن الأمريكي الرئيس بوش خلال حياته كان مدافعا شرسا عن الأمن عبر الأطلسي واليوم نحاول أن نحتذي مثله عن طريق تكريمه نحن وحلفاؤنا عندما تم التوقيع على المعاهدة عام 1947 كانت تمثل نوايا حسنة بين خصمين يسعيان لتجنب الحرب النووية الرئيس ريغان قال أنه تجسيد لرؤية مستحيلة الرئيس غورباتشيف قال أن هذا له أهمية كبيرة بالنسبة للبشرية اليوم يجب أن نواجه الغش الروسي في التزامات روسيا تجاه هذه المعاهدة روسيا أمامها خيار ونحن أمامنا خيار إما أن ندفن رؤوسنا في الرمال في مواجهة عدم احترام روسيا لالتزاماتها ومن الجدير بالذكر أن انتهاك روسيا لم يحدث بين ليلة وضحاها روسيا كانت تختبر صاروخ SSC8 منذ منتصف أو بعد عام 2000 وهذا تجاوز لما تسمح به الاتفاقية وكل هذا نبع من منصات إطلاق ثابتة ومتحركة وهذا يهدد أوروبا وفي عام 2017 رئيس هيئة الأركان قال للكونغرس أن روسيا نشرت صاروخها من أجل تهديد الناتو والمناطق التي تعتبر الناتو مسؤولة عنها روسيا مستمرة في الدفع بهذا الاتجاه ونشرت كتائب من هذا الصاروخ في أوروبا الولايات المتحدة لا تزال تمتثل ببنود الاتفاقية ورغم الانتهاكات الروسية قمنا بممارسة الصبر من أجل إقناع روسيا باحترام التزاماتها وفي ثلاثين مناسبة على الأقل منذ 2013 وإلى أعلى مستويات القيادة أثرنا عدم امتثال روسيا ببنود هذه الاتفاقية وقلنا أنه ستكون هناك عواقب روسيا مستمرة في الإنكار ونحن نطالبها بتوفير المعلومات ولأكثر من أربع سنوات روسيا تظاهرت بأنها لا تعرف عما تتحدث الولايات المتحدة حتى عندما قدمنا معلومات بشأن خصائص الصاروخ وتواريخ الاختبارات في نوفمبر 2017 روسيا أقرت في النهاية بوجود هذا الصاروخ ثم غيرت قصتها من صاروخ غير موجود إلى صاروخ موجود ولكنه يلتزم ويتماشى مع بنود الاتفاقية وهذا الانتهاك لا يمكن أن ننظر إليه بمعزل عن عدم احترام روسيا للقوانين الدولية على المسرح العالمي تاريخ روسيا طويل جورجيا، أوكرانيا، سوريا التدخل في الانتخابات، سكوربول والآن المضيق الأوكراني كي أسمي عدة انتهاكات روسيا تنتهك مادياً الاتفاقية ويجب على روسيا أن تمتثل بهذه البنود وأن يكون هناك إمكانية للتحقق منها روسيا تقوض أو أفعال روسيا تقوض الأمن الأمريكي وأمن الحلفاء وليس من المنطقي بالنسبة لأمريكا أن تبقى في اتفاقية تقيد قدرتنا على مواجهة الانتهاكات الروسية هناك عشرات الآلاف من الأمريكيين والكثير من المدنيين الأمريكيين يعيشون ويعملون في أوروبا هناك ملايين الأوروبيين المعرضين للخطر من أنظمة الصواريخ الروسية ثانيا بينما روسيا مسؤولة عن نهاية الاتفاقية الكثير من الدول بما فيها الصين كوريا الشمالية وإيران هذه ليست عضوة في اتفاقية منع انتشار الأسلحة وهذا يمكن هذه الدول من تطوير الصواريخ متوسطة المدى لا يوجد سبب يدعو لأمريكا أن ترى مثل هذا التصعيد في دول مثل الصين خاصة إذا استخدمت هذه الأسلحة في ترهيب الولايات المتحدة وحلفائية في المنطقة إذا سألنا لماذا لا تشمل الاتفاقية دول أخرى مثل الصين لقد حاولنا هذا بدون أي نجاح وفشلنا في كل مرة ثالثا عدم الفعل لن يدفع السياسة الأمريكية كما أوضح الرئيس ترامب وكما قلت هذا الصباح الولايات المتحدة لن تدعم اتفاقيات دولية تقوض أمننا أو مصالحنا أو قيمنا وأخيرا وأود أن أكون واضحا أمريكا تحترم القواعد والقوانين الدولية واتفقنا على الالتزام بها ونتوقع من نظرائنا أحترام هذه البنود والالتزام بها وإذا لم نفعل ذلك ستقوم دول أخرى بالغش وسوف يقوض هذا مصداقيتنا أنا تحدثت عن الدور الأمريكي في النظام العالمي وكررت أن القيادة الأمريكية القوية تعني عدم التخلي عن مسؤولياتنا وحماية أمننا وسيادة بلادنا وحددت موقفي بطريقة واضحة الولايات المتحدة لا تزال تأمل أن علاقاتنا مع روسيا ستكون أفضل والعب يقع على روسيا الآن لإحداث التغييرات الضرورية فقط هم يستطيعون إنقاذ هذه الاتفاقية إذا أقرت روسيا بانتهاكاتها وعادت للامتثال فإننا نحترم هذا الخيار روسيا فقط هي التي يمكن أن تتخذ هذه الخطوة ونحن نقدر دعم الناتو لقرار الولايات المتحدة ما كما عبر عنه اليوم الولايات المتحدة وحلفاؤها يقفون في مواجهة عدم الانتهاك الروسي ونحن لن نسمح بهذا شكرا السؤال الأول لتيري شولتز مع علي الوزير ماذا يعني هذا عملياً وما هي الخطوات القادمة؟ هل ستنتظر لمدة ستين يوم وترى إن ستتحرك أوروبا وحمل روسيا على الامتثال؟ ماذا سيحدث؟ متى ستبدأ فترة الستين يوماً؟ كما قلت في ملاحظاتي نحن سنرحب بتغيير المسار الروسي وبناء على اتباع بنود الاتفاقية في الأيام الستين ستكون لروسيا كل فرصة لعمل ذلك نحن نرحب بهذا وأقول لك الشركاء الأوروبيون يقدرون هذا الوقت الإضافي نحن نعمل عن كثب معهم ونحن بجهودنا للتأكد من أن هناك وحدة كاملة وأقول لك عندما تحدث مع وزراء الخارجية الثمانية والعشرين كان هناك اتحاد كامل في الآراء وفترة الستة أشهر ستبدأ بعد ستين يوماً من الآن وخلال الأيام الستين لن نختبر أو ننشر أي نظام وسنرى ما سيحدث خلال فترة الستين يوماً تحدثنا مع الروس مرات عديدة نأمل أن يغيروا اتجاههم ولكن لا يوجد أي إشارة أنهم يعتزمون ذلك جاسيكا دينادي من جريدة الول سريت جورنل شكراً إضافة إلى الانسحاب من هذه الاتفاقية ما هي الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها لمساعدة أوكرانيا إذا أمات عاني منها هناك الكثير من المناقشات سوف أترك للآخرين الحديث عن المحادثات شيئان واضحان منذ الوقت الذي أمضيناه مع وزير الخارجية الأوكراني كمجموعة وهو أن هناك وحدة في القول أن الأفعال الروسية غير قانونية وكان هناك التزام جمعي من جانب أوروبا والعالم لمنع روسيا من إمكانية الاستمرار في انتهاك القوانين والأعراف الدولية نأمل من روسيا أن تعيد البحارة الذين تحتجزهم فورا وجمعيا سنطور مجموعة من الردود لأن هذا التصرف الروسي غير مقبول أمرولد رابنسون شكرا معالي الوزير لقد تحدثت حول الالتزام بالمعاهدة ولكن تحدثت كذلك عن المؤسسات الدولية وذكرت موقف الولايات المتحدة منها مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كيف في رأيك هذه المؤسسات يمكن إصلاحها اليوم هل المسألة مسألة متعلقة بقيادة جديدة؟ كل مؤسسة تحتاج إلى التقييم بشكل مستمر والمنظمات الدولية لا تختلف عن ذلك هذه المنظمات موجودة منذ فترة مطولة وكل واحد من هذه المنظمات السؤال هل لا تزال تؤدي الغرض من إيجادها؟ الرئيس ترامب يعتقد أننا لو مارسنا القيادة الأمريكية والسيادة الأمريكية وقيمنا هذه المؤسسات على أساس تنفيذها لمهامها ونحن سننظر على الأجزاء الفاعلة وأنا تحدثت عن عدة مؤسسات فاعلة سوف نحتفظ بها ونعززها ونواد أن نكون جزءا منها ولكن إذا هي لا تحقق لأمريكا وللآخرين أو لباقي العالم أهدافها فهذه الفكرة أن الشيء لأنه متعدد المهام فهو شيء جيد هذا خطأ الدول هي جزء من المنظمات والولايات المتحدة تنوي أن تبقى في هذه المؤسسات التي تنفذ السؤال الأخير غاي تايلر من الواشنطن تايمز بالعودة إلى الاتفاقية الأسلحة النووية لقد تحدثت عن نشر نظم دفاعية قد تكون فيها انتهاك للمعاهدة من ناحية الاستراتيجية هل أن هذا النشر هو شيء إن إدارة رئيس ترامب تحذر له وهل لك أن تتحدث حول موقف الأوروبيين من نشر هذه الأسلحة في غرب أوروبا نستطيع قول شيئين بشأن هذا اليوم الدول الأوروبية يمكن أن تطمئن ونحن نرى كيف يمكن لنا حماية الاستقرار في أوروبا وفي العالم من تهديد الصواريخ متوسطة المدى خاصة من روسيا سوف نعمل عن كثب مع حلفائنا الأوروبيين وحلفاء آخرين في العالم أيضا مهددين من أنظمة الصواريخ هذه لن يفاجئنا ويفاجئ أحد طريق التفكير الولايات المتحدة نحن نسعى إلى الحصول على أرائهم الخاصة بالأمن دعنا نكون واضحين هناك معاهدة فيها طرفين واحد فقط يلتزم هذه ليست اتفاقية هذا عبارة عن ممارسة ضبط النفس ومن غير المنطقي أن نبقى في هذا المكان هناك الكثير من الناس يمكنكم الحديث معهم عن السياسة الأمريكية وسأترك لوزارة الدفاع الحديث عن طبيعة الأنظمة التي يعملون عليها شكرا جزيلا للجميع شكرا نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعض الفاصل فاشنطن تدعم العملية الإسرائيلية لكشف وتدمير أنفاق حزب الله العابر للحدود من جنوب لبنان إيران تهدد مجددا بغلاق مديق هرمز إذا منعت من بيع نفطها أهلا بكم مجددا أعربت الأولايات المتحدة عن دعمها القوي للعملية الإسرائيلية لكشف وتدمير أنفاق حفرها حزب الله لإشن هجمات عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن الأنفاق التي اكتشفها الجيش تمثل تهديدا وشيكا لأمن المدنيين الإسرائيليين كما تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الإسرائيلية وضف أنه تم إغلاق بعض المناطق قرب السياج الحدودي وأنه سيبدأ عملياته داخل إسرائيل وليس عبر حدود هذا ويعقد المجلس الوزاري الأمني مساء اليوم اجتماعا لمتابعة طورات في عقاب إطلاق العملية هذا ونشاهد هذه الصور الحية لما أعلن الجيش الإسرائيلي أنها صور للأنفاق التي تم اكتشافها هذه الصور التي نراها على الشاشة هي لما قال الجيش الإسرائيلي أنها الأنفاق التي اكتشفها في العملية التي بدأت اليوم ودمرها وقال إنها تمتد من جنوب لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وتمثل تهديدا للأمن الإسرائيلي وكان ينوي استخدامها في تهديد الأراضي الإسرائيلية الصور الأولى التي نراها الآن تكشف هذا التهديد الذي قال الجيش الإسرائيلي أنه قد كشفه صباح اليوم لهذه الأنفاق التي نرى صورها على الشاشة ويقول الجيش الإسرائيلي أنها للأنفاق التي تمتد من الجنوب اللبناني إلى الداخل الإسرائيلي وكان حظه الله ينوي حسب ما قال الجيش الإسرائيلي استخدامها في أعمال تهدد الأمن الداخلية الإسرائيلي هذا وعربت الولايات المتحدة عن دعمها القوي لهذه العمليات الإسرائيلية لكشف وتدمير الأنفاق التي حفرها حزب الله لشن هجمات عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن الأنفاق التي اكتشفت تمثل تهديدا وشيكا لأمن المدنيين كما تمثل انتهاكا صارخا لسيارة الإسرائيلية وضف أنه تم إغلاق بعض المناطق قرب السياج الحدودي وأنه سيبدأ عمليته داخل إسرائيل وليس عبر الحدود هذا فيما يعقد المجلس الوزاري الأمني مساء اليوم اجتماعا لمتابعة طورات في أعقاب إطلاق هذه العملية نحن نعمل حاليا داخل أراضينا وهذا يتيح لنا من جهة مجالا أوسع للعمليات ومن جهة ثانية علينا أن نتذكر أن حزب الله ينتهك قرار الأمم المتحدة رقم 1701 فالأنفاق تنطلق من قرية كفاركلا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية كما أن حزب الله يقوم بتشييد بنية تحتية عسكرية داخل القرية الواقعة جنوب نهر الليطاني درع الشمال عملية أطلقها الجيش الإسرائيلي تهدف إلى كشف وإحباط أنفاق حفرتها جماعة حزب الله الإرهابية لتمتد من لبنان إلى شمال إسرائيل أما الجيش الإسرائيلي الذي عزز قواته في القيادة الشمالية بقي على أهبة الاستعداد ليتحفظ عن عدد تلك الأنفاق التي لا تزال في قيد التجهيز عملية درع الشمال تأتي ثمرة ساعات من المباحثات التي أجرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو في زيارة سرية إلى بروكسل للقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فمنذ العام 2014 يعمل في جيش الدفاع لدعم العملية بطاقم خاص للتعامل الاستخباراتي والتكنولوجي في قضية الأنفاق هذه في حين تواصل منظمة حزب الله الإرهابية بتمويل إيراني سعيها لبسط نشاطاتها ضد مواطني إسرائيل حيث تثبت هذه الأعمال عدم تطبيق الجيش اللبناني لمسؤولياته في تلك المنطقة وتشكل دليلا آخر للخروقات التي تنفذها منظمة حزب الله الإرهابية متجاهلة قرارات الأمم المتحدة على رأسها القرار 17-01 لتمس بدولة لبنان وتخاطر بمواطنيها بهدف تعزيز بنية حزب الله الإرهابية وللمزيد ينضم إلينا من شمال إسرائيل عبرسكايب مرسلنا يحيى قاسم يحيى رأينا هذه الصور التي تشير إلى ما تم اكتشافه في هذه العملية التي أعلنها الجيش الإسرائيلي والذي قال أيضا أنها تبدأ من الداخل الإسرائيلي هذا ما يعني أن هذه الأنفاق قد وصلت بالفعل فكيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي والدوائر السياسية الإسرائيلية قبل هذا الاجتماع الأمني مع هذا التهديد بالفعل عملية درع الشمال كانت قد بدأت فجر هذا اليوم وتحديدا في المنطقة التي نتواجد فيها هنا عمليا في مدينة الانطل على الحدود بين إسرائيل ولبنان رئيس الأركان الإسرائيلي كان قد قام بجولة تفقدية في المنطقة الشمالية وقال إن أحد هذه الأنفاق تم حفره تحديدا من قرية كفاركيلة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ودخل في عمق أربعين مترا عمليا كنا قد تجولنا في تلك المنطقة ولتزال تعمل في هذه الأثناء قوات هندسية أليات حفر هندسية من أجل العثور على هذا النفق وعلى أي أنفاق أخرى ومن ناحية ثمنية قام الجيش الإسرائيلي باستدعاء عدد مقلص من جنود الاحتياط من أجل تكثيف التواجد العسكري وتعزيز القوات المتواجدة هنا ولسيما في لواءين لواء الاستخبارات دعنا نقول الاستخبارات وكذلك الأمر سلاح الجو الإسرائيلي عمليا فيما يتعلق بسلاح الجو الإسرائيلي نحن نتحدث عن منظومة الدفاعية منظومة الدفاعية الجوية إذا ما كان هناك أي إطلاق صواريخ في الفترة القريبة بسبب التصعيد بين إسرائيل وبين حركة حزب الله في هذه الأثناء يعقد في تل أبيب في قيادة الأركانة الإسرائيلية إجتماع لرئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتانيوه مع قائد الدكان ومع كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي ومع الوزراء المعنيين من أجل تدارس الوطن يحيى هذه العملية بحسب ما أعلن في البداية أنها عملية هندسية لكن امتدت لتشمل أيضا ما تقول أنه مشاركة لبعض الوحدات الأخرى كيف يؤثر هذا على محيط هذا النفق المكتشف وكيف تبدو الصورة وما التعامل مع المدنيين الموجودين في المنطقة بالنسبة للمدنيين هنا يعني بشكل عام هناك حالة من الهدوء الحذر لكن في حديث لي مع النطق بلسان الجيش الإسرائيلي الافتنانت كولونيل أبوحاي أدري قال لي أن هذه العملية ليست محدودة فقط لمنطقة المطلة وإنما ربما ستمتد أيضا إلى مناطق أخرى أو بالفعل ستمتد إلى مناطق أخرى السؤال هنا إذا ما كانت ستبقى هذه العمليات في داخل الأراضي الإسرائيلية أو إذا ما اضطرت إسرائيل إلى اجتياز الحدود مع لبنان وعندها ستكون الاعتبارات مختلفة وبالتالي الجيش الإسرائيلي يأخذ كل احتمالات على محمل الجد علما بأن قوات اليونيفل الأممية المتواجدة هنا تعمل بصورة مكثفة من أجل تنسيق بين الأطراف وكي لا يكون هناك أي انزلاق للتصعيد الحالي بين الطرفين هذا من ناحية اليونيفل ومن ناحية إسرائيل أيضا هي بدورها تقوم من خلال وزارة الخارجية بإطلاع الدول المعنية وفي مقدمتها الولايات المتحدة حيث كان قد التقى بالأمس رئيس الحكومة الإسرائيلية مع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو من أجل إطلاعه كما قال على هذه العملية وعلى هذه التطورات وعلى تهديد الذي تتعرض له إسرائيل من خلال مد هذه الأنفاق نحن نتحدث عن حوالي عشرة أنفاق بحسب مصادر غير رسمية ولكن نحن نتحدث عن ما يقارب عن عشرة أنفاق وهذه الأنفاق يساندها أيضا تصريحات من قبل مسؤولين من قبل حزب الله بأن هناك نواية لضرب إسرائيل كانت لنا قبل فترة وجيزة كان لنا جولة هنا في المنطقة وقال لنا ضابط رفيع بأنه ثمت نواية لدى حزب الله بأن يقوم باجتياز الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وربما محاولة احتلال إحدى البلدات الإسرائيلية فمن هنا تأتي أهمية الجانب الإسرائيلي بأن يقوم بلجم هذا التهديد في هذه المرحلة بالتحديد لكن التوقيت الحالي هو توقيت كان عليه علامات استفهام وعلامات سؤال وهذا ما طرحه أيضا رئيس كتلة المعسكر الصهيوني يؤيل حسون في برقية وجهة إلى اللجنة الخارجية والأمن البرلمانية ولرئيس هذه اللجنة النائب أفي دختر وطلب بأن يكون في هذا التساؤل أو في هذه الجلسة رئيس الحكومة بنفسه من أجل طرح أسئلة له إذا ما كانت هذه العملية العسكرية التي نتحدث عنها الآن لها أي رابط بالتحقيقات التي تجري معه علما بأن لإسرائيل معلومات منذ سنوات عن تواجد هذه الأنفاق والسؤال هو عن التوقيت بالتحديد إذا ما كان حاجة ملحة للقيام بهذه العملية الآن أو إذا كانت متزامنة مع إعلان الشرطة بالتحقيق مع الرئيس الحكومة وبالتقديم لائحة التامب الضهور يحيى هذا كله كان قبل الكشف عن هذه الصور التي نراها الآن لكن أيضا الحديث السياسي وحتى حديث اليونثال عن أن دعوة الطرفين إلى الهدوء وحتى حديث الجيش الإسرائيلي نفسه عن أنها عملية هندسية في الجانب الإسرائيلي فقط لكن الكشف عن هذه الصور التي تثبت الرواية الإسرائيلية برأيك كيف تؤثر على المشهد سواء هذا الحديث عن رد على هذه الأنفاق أو في الداخل الإسرائيلي هي في الواقع كان هناك هذا ليس جديد في السنوات الماضية تحديدا خلالها دعنا نقول في السنتين الماضيتين كان هناك حديث واضح وشكاوى من قبل السكان في التجمعات السكنية المحاذية للحدود الذين قالوا بأنهم يسمعون أصوات لحفر أنفاق تحت الأرض وتطرق إلى هذا الموضوع عمليا اليوم الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي رونين ماناليس وقال إن هذه المعلومات أخذت على محمل الجد ولكن من ناحية ثانية الأنفاق تم كشفها ليس في المناطق الذي تم الحديث عن أنه يسمع أصوات فيها لحفر وإنما في مناطق أخرى فبالتالي هذا الأمر ليس مفاجئا للجانب الإسرائيلي بأنه ثمت أنفاقا ممتدة من جنوب لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولكن علامات السؤال هي على التوقيت فقط من ناحية الكابينات دعنا نقول والوزراء بشكل عام هناك إجماع على أهمية وعلى ضرورة هذه العملية لكن رئيس الحكومة منع أي وزير من الوزراء من التطرق إلى هذا الموضوع الأمر الذي أثر حفيظة بعضهم وقال بعضهم بأنه لا يمكن أنه في مثل هذا الوضع وفي مثل هذه الحساسية من الأمر أن يمنع رئيس الحكومة الوزراء من الحديث عن هذا الموضوع كي يأخذ كل المكاسب له بأنه هو الذي يقود هذه العملية العسكرية بصفته رئيسا للحكومة يحيى قاسم مراسلنا كان معنا من الحدود الإسرائيلية لبنانية في العراق قالت دائرة العالمية المجلس النواب في بيان إن جلسة اليوم تتضمن التصويت على استكمال التشكيلات الوزرية وكان رئيس مجلس الوزراء عدل عبد المهدي قال في رسالة وجهها إلى أعضاء المجلس أنه اختار أفضل الأسماء التي تفقت عليها الكتل السياسية للحقائب الوزرية المتبقية غير أن الاعتراضات عليها تهدد بتأجيل التصويت في مجلس النواب على استكمال التشكيلات الحكومية وفي العراق أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتنظيم مظاهرة مساء اليوم الثراثاء أمام مقر الحكومة المحلية في محافظة البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وعلى خطى المحتاجين الفرنسيين دعا الناشطون الارتداء السترات السفراء والخروج بالمظاهرات بدون أن يبينوا أسباب لجؤهم إلى هذا يذكر أن مجموعة من المتظاهرين هجمت مساء يوم أمس الاثنين وقرأ إقامة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية فؤاد حسن في فندق البصرة الدولي ورشقوا موكبه بالحجارة بعدما دخلوا البحة الخارجية للفندق واشتبكوا بالأيدي مع رجال الشرطة تطور لم يقل من العنف شهدته مظاهرات البصرة اليوم التي لم تتوقف منذ أشهر عدة فهاجم محتجون غاضبون الفندق الذي يتواجد فيه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وبقية أعضاء الحكومة المحلية وضربوا موكبه بالحجارة فيما تشابك بالأيدي مع قوات الأمن بالنسبة لزيارة المسؤولين لا نستفاد منهم يأتي وزير راح وزير يأتي وزير راح وزير الوزير الآن من يأتي يجتمع بالمحافظة وعضاء مجلس المحافظة هم ذلك سبب من مشكلته نحن نطالب بالتعيين للشباب والخدمات ورفع الحيف والظلم من أبناء البصرة المتظاهرون الذين يطالبون بفرص العمل والقضاء على البطالة اقتحموا مقر تواجد كبار المسؤولين وأربكوا انعقاد المؤتمر الصحفي لوزير المالية الذي أنهاه سريعا بعد وصول المحتجين هناك بعض الأخوة المتظاهرين وحتما لديهم بعض المطالب وحتما سوف نأخذ هذه المطالب أيضا معنا شكرا جزيلا وكان وزير المالية وصل إلى البصرة مساء اليوم وعقد سلسلة اجتماعات مع الحكومة بشقيها التنفيذي والتشريعي لحل المشاكل المالية وتوفير درجات وظيفية إلى المحافظة أوعز بكثير من المواضيع لحل هذه المشاكل وعلى رئيسها حتى نكون واضحين جدا مشاكل البطالة في محافظة البصرة مشاكل الاستثمار في محافظة البصرة وطرحت حكومة البصرة حزمة من المشاكل على وزير المالية التي تقدمتها ضرورة الإسراع بصرف أموالها أموال البصرة وخصوصا التشغيلية وصلت إلى المحافظة بشهر التاسع الشهر التاسع من المستحيل أن نصرفها هذه الأموال لأنها ستكون على شكل مشاريع مشاريع تاخذ إجراءات وبروسيجر صرفها خلال هذه الثلاثة شهر إلى شهر الثاني صعب جدا كانت هذا الموضوع حاضر وأيضا تمت الموافقة على تحويل هذه الأموال إلى أمانات وتؤكد أحداث اليوم على أن الغضب الشعبي لم ينتهي من هذه المدينة الساخنة في ظل كثرة الوعود لسكانها وغياب الحلول الناجعة سعد قصي الحرة مدينة البصرة نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعض قليل بريطانيا وفرنسا تطلبان عقد اجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث تجربة إيران الأخيرة لصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية تواصل مراسم وداع الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوشلاب في مبنى الكونغرس بواشنطن اشتركوا في القناة